ثورة اشتاحت جامعة إيران في إطار الاحتجاجات الغضبة التي تشهدها البلاد إثر مقتل مهسى أميني لتتكرر مأساة أميني مرة ثانية بأسماء مختلفة أخرها نيجين عبد المالكي وهي الطالبة التي تعرضت للضرب من قبل قوات الأمن قبل أكثر من عشرة أيام ما تسبب لها بنزيف داخلي أدى إلى وفاتها خلال احتجاجات هامدان في الثاني عشر من أكتوبر أصيبت نيجين بجروح بالغة ونزيف بسبب ضربات متعددة بالهراوات على الرأس من قبل قوات الأمن وفارقت الحياة بعد عودتها إلى سكن الطلبة وفق منظمة حقوق الإنسان هانجاو والتي كشفت عن تفاصيل مقتل نيجين مؤخرا بعد أن أجبرت سلطات النظام ذوي الطالبة على التكتم على وفاتها لتستشيط جامعة هامدان غضبا وتنظم مظاهرة بالرغم من الأجواء الأمنية المشددة ظاهرة مقتل الطالبات في إيران باتت تتصدر عنوين الأخبار بشكل شبه يومي فالمشهد تكرر مع الطالبة أسرى بناهي ذات الخمسة عشر ربيعا والتي هجمتها قوات الأمن في مدرسة شمال غربي إيران ضمن مجموعة من الطالبات المتظاهرات لينتهي بمقتلها سبقتها نيجاش كارامي ذات الستة عشر عاما نيجا فقدت في طهران في العشرين من سبتمبر بعد أن أخبرت صديقة لها أن الشرطة تطاردها ليتبين أنها كانت بين يدي الحرس الثوري الإيراني وتنتهي حياتها في ظروف غامضة ويعثر على جثتها مرمية في الطريق الهراوات ذاتها قتلت سارين المراهقة والتي كانت تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي الرواية الحكومية تتكرر ذاتها وتنكر أي تورط للسلطات في مقتل الفتيات المراهقات مدعية أنهن انتحرنا أو قتلنا في ظروف غير معروفة إيضا عمر العربية